بمشاركة المئات من أبناء النقب أقيم في مدينة رهط المهرجان المركزي للقائمة المشتركة تم خلاله التأكيد على أهمية هذه الانتخابات للمجتمع العربي في البلاد حسب ما نره وما نشعره من أبناء شعبنا أن هناك تزايد يوميا وهذا معتمد أيضا على معلومات دقيقة واستطلاعات رأي في الدعم الكبير والواسع من أبناء شعبنا للقائمة المشتركة نتيجة الوحدة الفعلية والوحدة الوطنية العارمة التي حققتها الأحزاب من خلال إقامة القائمة المشتركة للمرة الثانية على التوالي الحراك الشعبي والجماهيري في هذا التوقيت بالذات عام 2015 لم يكن بهذا الحجم أنا ألتقي مع ألاف الناس بل أقول عشرات ألاف الناس أنت ترى مهرجان الانطلاق في شكيب السلام رأيت المهرجان اليوم في رهط ورهط معروفة أنها من الصعب أن تحضر هذه الكمية من الجمهور ولكن الانتماء والضغط من أجل إنجاح القائمة المشتركة أوصلنا لهذا الحضور الطيب المبارك المكثف دعم للقائمة المشترك المتحدثون في المهرجان أكدوا ضرورة الخروج للتسويط وكنس الأحزاب السهيونية التي قالوا أنه من المتوقع أن تتحدى في حكومة وحدة وطنية وتستمر في السياسة العنصرية ضد الجماهير العربية أكثر أعضاء كنيسة للقائمة المشتركة أقل يمين لراح يحمي شعبنا في النقب من الهدم والاقتلاع ومصادرة الأرض والمطاردة فرسالتي لكل الشباب والشابات خصوصا اطلعوا صوته لأن هذه معركة مصيرية والقضية ما هي قضية عدد أعضاء كنيسة فقط كل ما كان عندنا أعضاء كنيسة عرب أكثر كان أقل من اليمين المتطرف بن يمين نتنياهو يدرك خطورة وقوة الصوت العربي ولذلك نراه يعني يصرح صباح مساء وهو مصمم على تشريع قانون الكاميرات وإدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع بالرغم من معارضة المستشار القضاء للحكومة بالرغم من معارضة رئيس لجنة الانتخابات المركزية لأنه يدرك أنه إذا جمهينا العربية خرجت إلى التصويت حتى بنسبة 65% وإدخلنا 15 عدو كنيسة فهو سيسقط واسمترش سيسقط وستنتهي حياته السياسية وسيذهب إلى السجن مع لوائح الاتهام التي تنتظره في ظل محاولة اليمين نصب كاميرات يوم الانتخابات كأدات تهديد وترويع للناخب العربي رأى قياديون أن الحل بأن يقوم كل رب عائلة بالاهتمام بخروج إسرته إلى صناديق الاقتراع